دلوقتي السؤال اللي جيب في الأدب في امتحان 2020 السنة دي السؤال الأول في الأدب كان بيقول ما الذي حرص عليه أصحاب الاتجاه الوجداني بعد الإحيائيين طبعا السؤال ده إجابته بتقول أنه حرص أصحاب الاتجاه الوجداني بعد الإحيائيين على الخروج من أسر الألناط الشعرية المكررة على مر العصور وابتكار صيغة شعرية حديثة يمتزج فيها التراث بالعصرية وتكتسب فيها الألفاظ ودلالات حديثة وقدرة جديدة على الإحياء وتقوم الصورة الشعرية فيها على مفهوم فني حديث ينتفع بالنظريات الجديدة في الأدب والفن والموسيقى واللغة وتنطلق الصورة الفنية من الوجدان السؤال اللي بعد كده كان بيقول لي وضع العقاد وزملاء وعناوين محددة لدوائينهم الشعرية طبعا الإجابة ليدل على الإطار العام للديوان ليدل على الإطار العام للديوان كما تجد في عبر سبيل للعقاد وأظهار الخريف لشكري وكان سابقوهم يذكرون ديوان البرودي وديوان شوقي وديوان حافظ وهل أم جر دينا بعد كده برضو بما تفسر اتجاه مدرسة أبولو للتجديد والعاطفة الجياشة ده بسبب تأثرهم بأدب المهاجر وخاصة جبران خليل جبران بعد كده السؤال الوضح تميزت أعمال نجيب محفوظ بمكانة فريدة في الفن الرواية حيث أن نجيب محفوظ بلغ بالرواية زروة الإبداع حتى حصل على جائزة نوبل العالمية في الأدب عام 1988 ممكن ما نذكرش السنين ومن أشهر أعماله الثلاثية بأجزائها الثلاثة بين القصرين وقصر الشوء والسكري آخر سؤال عندي في الأدب كان بيقولي تميزت القصة القصيرة بمرونة القصر ده بسبب أن زمن قراءتها يصل في حده الأدنى إلى بضع دقائق وقد يتضعف فيبلغ الساعتين ومن حيث الحجم فقد تكون أقل من ألف كلمة في حين يصل حده الأقصى إلى إثنتين عشرة ألفا فإذا زادت على ذلك حتى سلسين ألف عدت رواية قصيرة بس ألفت انتباهكم أن الأدب يعني ممكن مش بيبقى نصا كده ممكن الكلام بيتغير شوية لكن الشكل بتاعي الإجابة زي ما احنا قلناه كده بتوفيه إن شاء الله في بقية الامتحانات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته